يا نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال والقلب سماء نحو السماء مترنما رمضان رمضان مرحبا يا أصدقائي كيف حالكم يا ربكم بخير البيت اليوم رح يكون لبنة اسمها كارولين وعندها بسة اسمها سيزر البيت أكيد عرفته من اسم البنات وببستها انه هو بيت حرف سي رح أحاول هلأ أشكل حرف سي عشان يصير بيت وحبي انه يكون حرف سي اليوم كرف مش الزاوية اللي دايما منعملها في الأحرف عشان نعيش نجرب شغلة جديدة نطلع بأفكار جديدة زبطت حرف سي وخلت بيتها طاب ان وبالنص رح أعمل حديقة مفتوحة هاي المرة مش مسكرة زي حرف بي وحرف الا كنوع من التغيير ما عم بتخيل لسه كيف رح يكون بيت حرف سي ولاشو العوائق اللي رح تكون بتواجهنا عشان في عنا كارفز بس رح نحاول قدر الإمكان انه البيت يكون فنكشنل وبنفس الوقات مرطم اجتني فكرة انه حرف سي من قده عم يكون مدخل البيت واحط فيه شبابيك غريبة مثل هدول وادمج معهم شبابيك ازاز اذا بترفوا حدا اسمه بيبدأ بحرف سي عملوله منشن عشان يجي يشوف ايش طفات الناس اللي اسمهم بحرف سي الناس اللي اسمهم بحرف سي عندهم نشاط كتير وعندهم مهارات في الاقناع كمان متحدثين تحفيزيين كتير شاطرين وشاطرين كمان بالتعبير عن افكارهم وعندهم مهارات تواصلة عالية كمان عندهم مهارة تعدد الاستخدامات انه بعرفوا يعملوا اكتر من شغلة مع بعض وعندهم قابلية للتكيف وهم اشخاص اجتماعيين وحنونين وعندهم ولاء ووفاء للاشخاص اللي بيحبوهم وطلع الاشخاص دايما رأيقين وندرما ما بيعصبوه اذا في حدا فيكم اسمه بحرف سي وعنده واحدة من هاي الصفات يكتبن ايامها عشان تعرف على شخصيته وصفاته ونشوف اذا حكينا في منه ولا ما في حطيت الشبابيك بالان ذكرت انه فيه باك تانية اللي هي فورنت فيها نفس الشبابيك بشكل مختلف فلو لقاتوا انه تغيروا الشبابيك هدول سامحوني واذا ما اكتشفتوا انا هنا حكيت لكم وانا اكشفت لكم الخدعة تبعتي انه انا غيرت الشبابيك شون ما اكون غشاتكم وهيك صار شكل البيت تقريبا مو عارفة كيف ممكن اوزع التقسيم الداخلية للبيت لانه البيت عن جد شكله غريب وشوفوا هيقول مشكلة انه لما انتجوا تسكروا حاطة بيروح الكيرفي اللي عنا او الحيط الكيرفي فاضطرت انه ارجع الحيط الورا واعمل شغلات تغريبة عجيبة عشان اقدر اوزع الغرف او اسم الغرف في البيت بس انا حابة فكرة انه في عندنا عوائق عشان هاي العوائق هاي اللي رح تطلع عندنا تصميم مختلف ومميز اوف كاميرا خلصت الحديقة شوفوا كيف صارت الحديقة وهو البيت لايف او بلايف مود وكمان عملت لها الحديقة خارجية اللي بحرف السي كمان بعدين رح ننتقل جوه جوه وزعت الماتيريال وقررت انه يكون في عندنا صالون مطبخ حمام وفوق في عندنا غرفة نوم حمام وغرفة انشطة والمكان اللي بودي على البرندا اللي هو فيه وبيت الدرج او الدرج رح ابدأ اول اشي بهاي المنطقة لانها اصغر منطقة وحابة انها تكون ما فيها كتير شغلات عشان في قدامها باب بودي على الحديقة اللي برا فحطت هيكها طاولة بسيطة شوية لوحات وبعدين حطت اشي للبسة تبع الاكل صحنا الاكل تبع البسة وعم بدور على اضاءات ممكن انه نحطهم في البيت بس طلعوا وشايفين فيه اشي انا حسيت انه فيه اشي غلط لانه الاضاءة لو ما بحطها ما بتضوي يعني اللون ما اختلف بس مش مشكلة يمكن اللعبة مع الاي يمكن اللعبة مش حابة حرفة سية ما بعرف هاي الزاوية الكيرفي حسيت انه فيها بوتنشل عالي انه نعمل فيها كورنر كيرفي كمان فاختبت هاي الكنباي اللي جاي على قوس او تشبه القوس وحطيتها على الزاوية وطلعت عن جد حلوة بس حابة انها ما تكون طويلة كتير عشان ما تاخد من مساحة الغرفة كتير فحاولت انه اشيل بعض الاطعة اللي حطيتهم احط بدالهم بس الزاوية عشان انسكر الكنباي ما اعتقد انه هاي الكنباي يمكن الواحد يتمدد عليها بس فرصة احسن عشان الواحد ما يتمدد على الكنباي لان الكنباي مش عشان الواحد يتمدد او يمكن انا زيل امها بتفكيري ما بعرف المهم حطينا السجادة الفرو وحبت انه يكون اللون ابيض مع خشبية وبيج كمان استعملت الاضاءة اللي بتشبه القاش حسيت انه رح تعطي افكت حلو لمن تضوي ممكن يكون الافكت انعكاسه على الحيطان على الارضية على الشباك على الكيرفي اللي موجودة عنا وحبت احطها هاي بدل لوحة حسيتها لا بقى مع الثيم لانه كل اشي عبارة عن تقريبا رو ماتيريال حتى بابت هايك شوية خشب يقديم حطت لها علاقة عشان تعلق عليها الاواعي تبعونها او المتدخل على البيت وهاي الزاوية حس انه ممكن تكون للبسة ممكن احط لها فيها بيت للبسة مثلا خلصت الغرفة اوف كاميرا وجربت اذا بتقدر تطلع وتدخل وانه كل شي فانكشنال حطت لها كورنر للبسة كورنر للقراءة وكورنر عشان انه تحضر تلفزيون وشوية ألعاب للبسة وحبت انه احط لها هون كمان كرسي عشان اذا ايجا عندها ضيوف كتير ويكون في مكان انه يقعد وهذه ضيوف ولانه كمان عندي مساحة كافية انه يكون في عندنا كرسي حسيت الكرسي اعطى حركة للغرفة اكتر لانه عمل تنوع بعدين حطت اضل الفاينز وحسيتهم حلوين طالعين لا بقين كتير مع السيم اللي احنا ماشيين عليه فحطت كمان الفاينز على الباب اللي ودي على المطبخ المطبخ حابة انه يكون قديم شوي فاخترت الكت تبعت المطبخ اصراحة نسيت شو اسمها بس هي هاي الكت تبعت المطبخ اه كنتري كيتشن وكمان استعملت الاحجار اللي ايجت مع الباك مع الكت عشان هيك نعطي الافكت القديم كمان مرة بدل من استعمل التايلز وغيرت اللون اللي كنت حطيته كان اصفر صار بيج هذا الكورنر او هاي الزاوية الدائرية حابة انه يكون فيها طولة صفرة دائرية كمان عشان نحاول نمشي كتير مع الكرفز اللي عنا يكون الموضوع سموت اكتر لانه كل شي عنا مربعات مربعات فيه زوايا حادة فعشان مقلل من حدة زوايا الحادة اللي موجودة عنا حابت انه اعمل اشي دائري فكان الخيار الامثل للي انه اعمل طاولة صفرة دائرية رح اشوف كمان اذا عندي وساع اعمل آيلند او بار دائري احاول اشوف كيف ممكن يكون توزيع المناسب لطاولة الصفرة وبعدين حطت هون كمان زاوية فيها كنباي ممكن انه تكون عزمة صاحباتها ممكن انه يجوا عندها يناموا واحدة من خواتها مثلا فبيتها رح يكون بتحمل انه يعيش فيه اكتر من شخص احاول اضبط الزاوية تبع طاولة الصفرة وحاسات القادة هناك رح تكون حلبة لانه في عندنا view ممكن انه تكونوا عم تفطروا بتتفرجوا على عصفور على بسة بتلعب على الفراشات على الجو اذا الدنيا عم تمطر او فيه تلج وحطت لها كمان البار الدائري اللي حكت لكم عنه طبعا تغلب كتير وشايفين هاد الفراغ حاولت على قد ما بقدر انه اغطي بس بالنهاية ما فيه اشي مستحيل ضبط اوف كاميرا حطت لها الكلتر ووزعت الاشياء اللي تحتاج انها تكونوا بالمطبخ وعم تلها كافي كورنر على البار اللي الزهر اللي عملناها الهياء الدائري وعم نجرب كمان اذا بتقدر تعمل شاي وهي عم بزبط انها تعمل شاي كيف حالك يا كارولين نحن انتقلها الى الحمام الحمام مساحته كبيرة بيوسع انه نحط فيه غسالة ونشافة تلاجة بالحمام غسالة ونشافة يا اصدقائي ها بحاول الى المتيريال اللي ممكن تخلي الحمام هيك هادي وبنفس الوقت فيه لون وعم بشوف ايش الغسالة ونشافة اللي ممكن نحط لها اليوم بالحمام فكرتي انه يكون فيه عنا مغسلة وجنبيها على يمين ويسار غسالة ونشافة بس الحياة مش وردية مش كل اشي احنا بمخيلاتنا ممكن يزبط معانا لانه لسه في عنا بانيو في عنا شوار في عنا تايلت فيه احتياجات لازم تلبيها البنت مسكينة فبالتالي الحياة فيها تضحية مما ادى الى اني انا قيارت الترتيب انا اسفية اصدقائي بس كان ترتيب كويس يعني انا حاس انه يعني هيك منصف لها كارولينا منصف لقلمة كمان نحب انه يكون في عنا افكار جديدة بهذا الحمام رفوف نعلق عليهم كلتا نحط عليهم اغراضها اغراض العناية بالبشرة الكريمات تبعونها كل شي ممكن تحتاجوا حسنت الرفوف و اعطت نوعه من التغيير للحمام و احاول ادوره على ستارة محترمة يعني طلعوا ولا ستارة محترمة ولا واحدة فيهم بين ستارة بعد غلبة وعناق طويل وجهد جهيد و اللي بدكم اياه ضبطت الستارة الحمدلله لانه الستارة المحترمة ولا ليش وبعدين رح نرجع نكمل الفكرة اللي حكيت لكم عنها انه لازم احطك لتر على الرفوف و ازع لها الاغراض اللي بتحتاجهم على الرفوف حط لها فاين حط لها ادوات العناية والبشرة طبعا نشوفوا المجهود العادي اللي عم ببدله عشان احط لها الاغراض على الرف بطريقة صحيحة عشان ما تتغلبوا معي اوف كاميرا رح اعملهم كل اياتهم خلصت الرفوف يا اصدقائي و عم بعيد ترتيب الخزاين هيك صاروا الرفوف حطت عليهم الاغراض بتحتاجهم و خلصنا الحمام الاول حبيت الرفوف كتير عشان هيك اريد برجكم اياهم و انا مبسوطة هلأ ننتقل للطابق اللي فوق اللي فيه غرفتها النام والغرفة تبعت الانشطات تبعتها ممكن كمان نعمل اشي خاص للبسة مش عار فلسة و ازعت الشبابيك على الكيرف اللي عنا طبعا نشوفوا المعاناة عشان تحطوا شباك على كيرف وما يكون عندكم مشاكل هاي مشكلة نحن نعيد ترتيبهم و تضبيطهم اوكي حطينا كمان مكان للأعدل للبسة لانتعرفوا انه البسس اكسل كائن حي على كوكب الارض من بعد البني ادم وما يروحوا بزيتوا حالهم بيناموا البسس غارفيلدات غارفيلدات يعني جمع غارفيلد البسة هاي اللي بتيجي بالكرتون لتاكل لازاني المهم كل الناس غارفيلد وكل البسس غارفيلد ولانه كل حدا كاسلان وكل حدا متنبل لازم يكون فيه اكثر مكان للاستراحة كمان فيه هنا قاعدة عشان اذا تحب تقرأ كتاب اذا في عندها اجتماع اذا في عندها حدا زين اخي بحب انه يطفل عليها ويتدرس مثل البسة او عندها اخت بتحب ضلها دايما 24 ساعة تحكي لها قصص تخليها تصدع من كتر ما بتحكي يكون فيه مكان يعني لأكثر من حدا انه يضيق كل حدا حت فيهم اشي؟ انه نفسي ما فهمتش عن حالي المهم حطت لها مكتب ووزعت لها الاشياء تبعت المكتب على المكتب بس انتو ما شفتوا هاي الشغلات نروحها للحمام التاني الحمام التاني برضو رح يكون بسيط رح يكون فيه بس احتياجاتها ما رح نكون كتير كرياتيف بهذا الحمام لانه كنا كرياتيف كتير تحت وبصراحة عصرت مخي كتير انا فمخي اكتعب مخي اشتكب مخي قال لي رحمين فهذا الحمام انا اسفة مش رح اتفنن فيه كتير رح يكون بسيط وفيه بس الاشياء اللي بتحتاجهم رح نحط لها صبونة الكلتر وسجادة واضاءة بعدها ننتقل لغرفتها النوم واللي هي رح تكون تقريبا اخر غرفة في هذا البيت لاني قررت اني اقرر انه ما بدي حمام تاني في نفس الطابق لانه مش طبيعي انه يكون في عنا حمامين بطابق صغير ما فيهوش غير غرفة لشخص واحد عايش في البيت اصلا لحاله المهم اخترنا لها تاخت وهذا تاخت الوانه مثل الوان الحيطة حبت يكون لونه اصفار تركواز ابيض فرتقالي في عندي هاي الاشياء تبع تغيير الاواعي او يعني زي سبرايشن احبيته هيك شكله غريب قلت لكم مخي تعب قد ما كان خلاص يعني كرياتيف 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 اوتف دي بوكس اوتف دي بوكس احكالي انا رح اشتك عليك وعلي انت فاهم لانه يوقت اللي اطول بالك علي مضلش غير هالغرفة خلينا اصحابه حبايب وقال لي خلاص ماشي بعد ما اتفات انا ومخي قررت انه يكون في عنا هون اعدا بعدين مخي قال لا خلاص بكفي اعداد حطينا العلاقة وعدنا توزيع شوية اشياء بالغرفة وخلينا الغرفة اللي كانت حمام برنده هيك عشان يكونش في عنا مئة الف حمام بنفس المكان وعم باخد الاضاءات والستاير من الطابق اللي تحت لانه صراحة صرت اتعاجز انه اطلني ادور على الاغراض فسامحوني لاني كسلانة زي غرفل واسفل اني اثبتت نظرية انه الانسان كسلم حطت لها كمان العاب وبيدي اشوف لها الجادة حلوة مش عارفة ليش انا هاي السجادة بالزال صارت صاحبتي اذا انتبهت ودي لو هوني اصدقائي بكون خلاص البيت تبع حرف السي لابتكونوا حبته تكونوا مبسطته كنا عجبكم اسفينكم افكار اقتراحات اوشغالات جديدة حابيني اجربها مع بعض كتبوديا شوفكم ان شاء الله بين الراديو الجاي الى اللقاء يا اصدقائي جاري يا جاري يا حتة سكرة خلقك دايق ايسينه بمسطرة لكن دمك خفيف والدحكة منورة رمضان عايزك لاتف مكفى يا زمغرة جاري يا جاري يا اللي مقجر جديد شخل تكسير في الحيطة ومصحي قريب وابعيد مع ان كلامك سكر بليل الحديد ان لما هي نفيتك رمضان عايزك سعيد كرب حبيبك صادقة الحيوانات عندها كلبة جول وبتحوه وبالساعد نستحمل اي حاجة علشان ست ستات دا الكل بيشهد ليها من طبقة الحلوية دا الكل بيشهد ليها من طبقة الحلوية يا أستاذ باك دا عمل لي مشكلة راكن عرب جبطول وأحاطت لي سلزلة الفرقة هنا نعصاك ما تسيبش بقول كده الشهر الخير هلا علينا بس انت على هنا شكرا